جيد بالنسبة للمعالجة تأخذ أكثر من المرحلة من ضمن المعالجة الرقمية المعالجة الرقمية فيما يتعلق بالأرقام التي تمت إضافتهم بشكل وهمي وما كان فيهم أي نوع من الخطأ أو كذا عبارة عن تزوير متعمد هذين الكشف عنه أن يكون بشكل بسيط جدا 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 وذلك عن طريقة المنظومة في حد ذاتها هي المنظومة نفسها تقدر تكتشف التزوير وتكتشف الجاني وفي أي وقت وفي أي مرحلة ومن أي مكتب ومن أي جهاز كذلك لا استدراشد لكن السيرفرات مرات يكون عندهم كنترول يعني مرات يكون عندهم كنترول على السيرفر الرئيسي عفوا عفوا خليني بس نسلسل لك الأحداث بلا أني لا جزء منه أنا عشتها عرفته والجزء الآخر سمعت عنها أنا واحدة من المكاتبات التي كانت مهمة جدا 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 وحولناها للسيد الصديق الصور وبصراحة تخذ الإجراء بشكل سريع وأنا عجبني وقتها لأنه لو لم تتخذش بشكل سريع كانت التحقيقات ستأخذ وقت أطول وهو موضوع نقل البيانات من المنظومة السابقة التي هي منظومة التحوال المدنية التي تم تعسيسها في سنة 2012 لمنظومة جديدة التي استحدثوها في تقريبا سنة 2018 و2019 كان يسحبوا البيانات من المنظومة ويصبوهم في المنظومة الجديدة وبذلك نفقدوا اللي هو اللي سمو فيه اللوك فايز اللي هو مفاتيح الإدخال مفاتيح الإدخال فيهن الأرشفة الإلكترونية اللي من خلال اللي تمت فيها جميع العمليات اللي دخلت في المنظومة شنو اكتشفوا الفترة لك يا سيد محمد اكتشفوا أن فيها حوالي أربعمائة ألف فرقم وطني تم إضافتهم فرقم وطني مزور وهذه حادثة ممكن تسأل عليها السيد صديق الصور وحيجاوبك عليها أربعمائة ألف فرقم وطني تم تزويرهم وإضافتهم وتقريبا ستعملت من أي منطقة؟ وبعدين تم شطبهم تخيل أنت تضيف أربعمائة ألف فرقم وطني وبعدين تسحبهم تشطبهم جريمة كاملة هذه أستاذ راشد جريمة كاملة حتى الأدلة يخفوهن ايه